نمر الآن إلى allows of dry friction ونتطرق أيضا إلى coefficient of friction لو أخذت هنا بلوك هذا البلوك عنده وزن W طبعا رح تكون فيه هنا ردد فعل الرياكشن N الآن لو طبقت قوة P في هذا الاتجاه رح تكون فيه ردد فعل في الاتجاه المعاكس F هذي بسميها لفريكشن فورس طبعا لفريكشن فورس لو ما فيش حركة رح أسميها static فريكشن فورس وبالتالي لو عايز أحسبها الفريكشن فورس رح تساوي الكوفيشنت of friction ملتبلايد بي N طبعا هنا لو رسمت الفورس of friction as a function of the force P هنا رح تحصل على الكورف التالية طبعا لو ما فيش فورس P يعني ما فيش فريكشن لو طبقت الفورس رح تكبر it will increase linearly يعني خطيا إلى أن تصل إلى آخر مرحلة قبل الحركة هذه بنسببها مرحلة التوازن في آخر مرحلة هنا الفريكشن فورس Fm لو عايز أكتبها بكتبها بالطريقة التالية بتساوي ميو S هو الكوفيشنت of friction والن هو النورمال رياكشن الموجودة هنا further increase in P causes the block to begin to move لو أنا هنا عديت النقطة هذه رح أصبح في مجال حركة طبعا هذه لما بتتحرك رح يصير فيه drop صغير هنا بالنسبة للفورس of friction وبعدين بتواصل الحركة بطريقة تقريبا constant هنا بالنسبة للفورس as a function of P لو عايز أكتب friction force طبعا هذه الفريكشن فورس رح أسميها الآن كايناتك يعني قوة احتكاك حركية بما أنه أصبح فيه حركة motion عنده علاقة بالكايناتك فبالتالي Fk force of kinetic friction بتساوي ميو كي ضارب N N هي الرياكشن فورس والميو كي هو الكوفيشنت of kinetic friction طبعا the maximum static friction force هو بيساوي Fm بتساوي ميو S N ميو S هو الكوفيشنت of friction والأن هو النورمال فورس وزي ما تشوف هنا عنا جدول فيه approximate values of coefficient of static friction for dry surface وهنا بأكد على dry surface not fluid surface بما أنه نهتم هنا بس بالاحتكاك الجاف وهنا بعض الأمثلة الميتل أو متل لما بتكون two surfaces متل مع متل ما بين 0.15 إلى 0.60 والعديد من الأمثلة هنا زي ما تشوفوا كلها أقل من الواحد تقريبا كلها ما بين 0.15 إلى حد الواحد وهذه حسب نوعية surface ونوعية materials حسب نوعية materials المستعملين بالنسبة لل surfaces بالنسبة للkinetic friction راح أستعمل fk بتسوي mu k N وكعلاقة ما بين mu k coefficient of kinetic friction وال coefficient of static friction أقدر أستعمل القاعدة التالية هي أنه mu k بيسوي 0.75 mu S maximum static friction force and kinetic friction forces are proportional to the normal forces يعني زي ما تشوف هنا fm بتسوي mu s n يعني fm proportional to n وهنا fk بتسوي mu k n هي أيضا proportional to the normal force depend on type and condition of contact surface طبعا هنا راح تتغير بتغير material زي ما نشوف هنا الميتر مش زي الوود مش زي الخشب يعني مش زي stone مش زي leather مش زي earth أو concrete يعني بيصير تغير حسب type of material وايضا بتتغير حسب condition of the surface يعني roth or smooth طبعا لو هي smooth راح يكون الفريكشن ضعيف جدا لو هي roth راح يكون الفريكشن كبير وأخيرا راح تكون independent of the contact area يعني ما يهمش ال contact area هل السورف الصغير أو كبير بالنسبة ل maximum static friction and kinetic friction forces four situations can occur when the rigid body is in contact with the horizontal surface الأربع حالات هذه الحالة الأولى لما بتكون الوزن هنا مثلا وهنا عندي ردة الفعل والforce هذه بتكون عمودية نازلة تحت مثلا هنا لو كتبت مجموع الفورس باتجاه ال y بتساوي 0 راح تعطيني سالب p سالب w مع n طبعا لأنه ال n صعدة فوق يعني n بتساوي p plus w وهنا مفيش مكون أفقي بالنسبة للforce p فبالتالي px بتساوي 0 ومفيش احتكاك في الحالة الثانية ال p هنا أصبحت مائلة وعندها مكون px وعندها مكون py y مع المحافظة على الوزن وردة الفعل اللي زي الرسمة الأولى طبعا هنا نتيجة لل px الموجودة هنا راح تتكون في احتكاك f ونسميها force of friction وهنا مفيش حركة ليش لأنه px أصغر من fm يعني بالنسبة القوة متاع الدفع هذه أصغر من قوة الاحتكاك يعني الاحتكاك كافي ليمنع الحركة فبالتالي طالما f أقل من mu s n بالنسبة لي مفيش حركة لو عايز تحسب قيمة ال n مثلا هنا لو كتبت مجموعة forces باتجاه x بتساوي 0 هذه راح تعطيني px ناقص f بتساوي 0 وهذه مجموعة forces باتجاه y بتساوي 0 هذه راح تعطيني minus w minus py plus n بتساوي 0 يعني n بتساوي py مع w نمر الآن للحالة الثالثة وطبعا هنا الفرق بينهم الحالة الثانية والثالثة وما زي بعض لكن هذه مفيش حركة مرة وهذه motion impending يعني لو رسمت الكرف هنا متاع force of friction as a function of the passing force p وقلنا احنا هذه هي المرحلة متاع الإكيليبروم وهذه هي المرحلة متاع الموشن فلما أقول موشن انا موجود بالضبط في النقطة هذه آخر نقطة قبل الدخول في الحركة في الحالة هذه أكتب لما أقول فورس بي يعني أقصد هنا px horizontal component اكبر من fk وبالتالي أدخل في حركة يعني هنا بالنسبة للفريكشن غير كافي لصد حركة البلوك بما أنه px أكبر من fk وهنا بدل تكتب fm بتسوي mu s n رح تغير المu s بال mu k لأنك دخلت في الحركة وبالنسبة لل n رح تكون نفس الإكسبرشن بتسوي py مع w زي الحالة اللي قبلها هنا اشتركوا في القناة